بالرغم من أن CIA والFBI قد أكدت للرئيس بأنه لا توجد علاقة بين القاعدة ونظام صدام حسين إلا أن الرئيس بوش أصر في خطابه على أن صدام حسين يحمي الإرهابيين ويقدم لهم المساعدة بما فيهم أعضاء من القاعدة وقد استخدم هذه الأكذوبة بطريقة أثارة المشاعر ضد الرئيس العراقي صدام حسين عندما قال يعني بدأ يتكلم تخيلوا أن 19 شخصا الذين اختطفوا الطائرات وهاجمونا في 11 أيلول سبتمبر سيأتون بطائرات أخرى مسلحين من قبل صدام حسين ليهاجبونا وعليه فأن على الأميركان لا يسمحوا بمجيء مثل هذا اليوم مرة أخرى أبدا imagine those 19 hijackers with other weapons and other plans this time armed by Saddam Hussein take one while one canister one crate slipped into this country to bring a day of horror like none we have ever known we will do everything in our power to make sure that that day never comes ترجمة نانسي قنقر